اشتركوا في القناة مقرونة بخالص الامنيات بهذه المناسبة السعيدة داعيا الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة ان يحفظ جلالته ويحقق كل ما يتطلع اليه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية وابنائها الاوفياء وان يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا سموه المولى العلي القدير ان يحفظ وطننا العزيز امنا مطمئنا وكافة المواطنين والمقيمين على ارضه وان يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وان يرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمعاء جائحة فيروس كورونا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدأ يده الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب سموه الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عبر فيها جلالته عن خالص شكره لسموه ولي العهد على برقيته المهنئة بحلول عيد الفطرة سائلا جلالته المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة السعيدة على سمو ولي العهد وعلى مملكة البحرين العزيزة وشعبها الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات وان يرفع عن الجميع هذا الوباء وان يسبغ على عباده نعمة الصحة والعافية